بسم الله الرحمن الرحيم يعني متوسطة المستوى خلينا نقول ان هي مباراة متوسطة المستوى الحقيقة قبل ما نتكلم هي مرضية بالنسبة للنتيجة قبل اي شيء تلات نقاط هامة جدا في بداية مسيرتك خصوصا ان ليبيا كانت كسبانا يعني قبل ما خش ليبيا احرزت هدف في دقيقة 91 او دقيقة 92 وقدرت انها تفوز على الجابون بهدفين مقابل هدف وبالتالي المجموعة دي ولعت الجابون احنا عندنا المباراة يوم خمسة ان شاء الله هتبقى في الجابون الجابون هتبقى عايزة تكسب عشان ترجع للمجموعة مرة تانية ومصر عايزة تكسب عشان تقضي على المجموعة مرة تانية او تكون هي الاولى في هذه المجموعة وبالتالي المباراة القادمة هي مفتاح هذه المجموعة ان شاء الله لو ربنا اكرمنا وقدرنا نكسب المنتخب الجابوني هتبقى عندنا فرصة كبيرة جدا جدا ومن بدري فرصة كبيرة ومن بدري ان شاء الله ان ربنا يكرمنا ونكون اول هذه المجموعة وبعد كده بقى نشوف بقى في النهاية ان شاء الله هنقابل مين لان زي ما حضراتكم عارفين نظام الصعود لكأس العالم السنة دي مختلف شوية انت هتلعب في المجموعة اول المجموعة هيخش فيه قرعة تانية مع بلاي اوف هتلعب مباراة رايح جاي على الصعود بعد ما تطلع اول المجموعة اذا طلعت اول المجموعة فهتلعب بعدها مباراة على بلاي اوف انه هو مباراة رايح ومباراة جاي مين اللي هيصعط ممكن تقابل الجزائر ممكن تقابل المغرب ممكن تقابل تونس ممكن محدش عارف ممكن تقابل مين لسه حيبان خلال الفترة القادمة ولكن خلينا في اللي احنا فيه مباراة النهاردة هي مرضية بالنسبة للنتيجة مرضية بالنسبة للنتيجة ثلاثة نقاط في بداية تصفيات كأس العالم قطر 2022 اعتقد هتبقى بداية جيدة من ناحية النتيجة ولكن كلام كتير جدا 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 على شكل الفريق وعلى مستوى الفريق وانا قلت لحضراتكم الكلام ده تقريبا من اسبوع او من عشر ايام لما كنا بنتكلم عن النادي الاهلي النادي الاهلي لعبت النادي الاهلي وهم عشر لعبين بالمناسبة كابتل حسام النهاردة كان في بداية تشكيله في المباراة كان لعب محمد الشناوي في حراسة المرمة باهر المحمدي باك رايت أحمد أبو الفتوح باك شمال الوينش وحجازي اتنين استوبارين وطرق حامد وعمر السلية وحسين الشحات وزيزو أحمد سيد زيزو ومجدي أفشا ومحمد شريف لو شفت اللاعيبة اللي موجودة خمسة لعيبة أهلي أربعة لعيبة زمالك واحد لعيب اسماعيلي وأحمد حجازي التحجد فبالتالي انت عندك عشر لعبين من القوام الرئيسي اللي بيلعبوا هم كانوا مضغوطين جدا 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 خلال الفترة الأخيرة